كما تشهد فعليات مهرجان العالمين تنظيم مسابقة رالي سيارات الكهربائية في نسختها الخامسة سباك الرالي تنظمه الشركة المتحدة للخدمة الإعلامية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي وأكاديمية البحث العلمي وجامعة عين شمس ويشارك فيه 28 جامعة انطلاقة قوية لمسابقة رالي السيارات الكهربائية في نسختها الخامسة ضمن فعليات مهرجان العالمين الجديدة أجواء حماسية يتنفس فيها 43 فريقا من 28 جامعة في مجالات تصنيع السيارات وتطويرها إلى جانب سباق السرعة احنا أول سنة شاركنا في السيزون اللي فات كونسبت كلاس خدنا مركز رابع والسنة دي إن شاء الله شاركنا في الديناميك كلاس وإن شاء الله نأمل نحن نفوز في السباق بتاعنا احنا بدأنا تقريبا المسابقة دي من 4-5 شهور من ديزاير لتنفيذ تصنيع العربية لغاية لما جئنا هنا بعد كما بدأنا نعدي باختبارات على العربية لغاية لما وصلنا بالشكل اللي حادثكم شايفينه دولات معنا وخلصنا كل السيكة وننرى منطقة البركتس نخلصها عشان ننزل إن شاء الله على تراك المسابقة تهدف إلى التشجيع على توطين الصناعة المصرية للسيارات وتحديدا السيارات الكهربائية 700 طالب يشاركون في هذه المسابقة التي تستهدف طلاب كليات الهندسة في الجامعات المصرية النهاردة كنا في بريزنتيشن بيزنس وبرزنتيشن بيزنس دي احنا بنعمل فيها سوميوليشن بالنهاس الجرجس على أنهم انفستورس وأن احنا بننشئ مثلا مصنع عربيات وشركة ونبدأ نعمل له ماركت ريسيرش وكل ما يتعلق بالبيزنس بلان والفينانس ونبدأ نحسبها بحيث أن احنا كنين هننشئ مصنع فده هيكلفنا كام وهنكسب إمتى والأرباح اللي هتقود على انفستورس إمتى هو هكذا والخطة كمين خامس مشاركة لنا احنا شاركنا في كل النسخ السابقة والحمد لله كل سنة بنعمل عربية من الأول وجديد علشان نطور عليها بتيم جديد ونعمل كاباستي بيلدنج للطلبة بتوعنا في الإيريا بتاعت انتاج السيارات الكهربائية احنا السنة دي استعدينها لمسابقة من أول شهر اثنين من أول ممسابقة علنات عنها احنا اشتغلنا بداية من شهر أربعة في التصنيع لحد شهر سبعة حد آخر سبعة احنا العربية السنة دي عندنا عاملين فيها كذا حاجة مستخدمينها جديد طريق تصنيع جديدة كل حاجات معظمها حطين فيها مثلا أدفانسمنت كتيرة احنا حاولنا لقد نقدر نقرب العربية لشكل العربية الحقيقي حتى تقريبا نفس الأبعاد يأترالي برعاية مجلس الوزراء ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التي تقدم كل التسهيلات لمشاركة الجامعات المصرية في فعليات مهرجان العالمين الجديدة محمود جميل التلفزيون المصري